السلام عليكم واشفانسين يارب تكونوا بخير وصحب سلام ان شو الله المرة اللي فاتلة احنا خدنا في المحاضرتين اول حاجة ايضا نزل ان نعرف الاوامر الثانية حاجة بدأنا نرسم بصونات اينا اما كانتش صاحب مزمينة في المية بس بمجرد انك تقدر ترسم عمود او ترسم كاميرا او ترسم ملتلاين او ترسم سميلات و هكذا فدفعه تزيد و حاجة كويسة ومش هتعرف تصلها غلطة بذل انت ترسم ومش هتعرف الضرطة لما حد يعدل عليك وده طبيعي وارد وانت لسه في بداية الكورس مرة اللي فادت بدأنا نعرف شوية امر كتير زي امر line وزي امر circle وزي امر rectangle وزي امر bully line وزي امر move وزي امر copy وزي امر rotate و extend و trim و offset طيب وبدأنا فعلا بدأنا نطبق عليهم النهاردة ان شاء الله هنتكلم في حاجة جديدة وحاجة هتخلينا نطلع اللقاح بشكل افضل كتير وهي قائمة layers قائمة اللازر ما كلمناش عليها خالص طب ايه فايدة قائمة layers قائمة layers تفقى شوية امر واول حاجة وهي layers properties layers properties layers properties بتفتحلي صفحة بالشكل ده طب ايه لازمتها او ايه فايدتها فايدتها ان انا لما بيجيلي اللوحة من المعماري بيبقى فيها layers كتير اوي طب انا ما بحتاجش layers دي في حاجة انا بحتاج ال layers اللي انا هعملها عشان اشتغل عليها طيب انا دلوقتي لو عملت layers او عملت layers واحدة طبقت عليها المشروع كله طب انا لو عندي كاميرات كتير وعايز افرق ما بينهم يعني عندي كاميرا مثلا ال 12 في 70 وعايز اشتغل او اعدل على الكاميرا ال 12 في 70 بس او عندي كاميرا 25 في 60 برضو عايز اعدل عليها فبالتالي انا لو استخدمت layers واحدة بس هيبقى كله بنفس اللون وكله بنفس التخانة وده مش صح فبنبدأ نعمل حاجة اسمها layers طب بتتعمل ازاي بصوا انا هوريكو مثال عشان يبقى برضو الموضوع واضح قدامكو انا مثلا دي اللوحة المتكرر من معماري اللوحة المتكرر دي لو جيت وبصيت وهتلقوها في layers كتير جدا طب انا دلوقتي هشتغل ازاي وفي layers الكتيرة دي layers الكتيرة دي هو بيشتغل بlayer وانت بتشتغل بlayer طب دلوقتي انا دلوقتي انت شايف العمود بلون ازرق وشايف الحيطان بلون بمبة اوصور يموذ وشايف خطوط بلون اسود وشايف سلم بالوان تانية لون زي احمر طب بيبدأ يعمل ازاي او ايه فائدة layers الالوان الكتيرة بيخليني اقدر افرق بحيث مثلا لو انا دلوقتي عايز اعبدل على العمودة بس فبعمل مثلا مثلا ايزوليت امر ايزوليت امر مهم هستخدمه بعمل ايزوليت على العمود وببدأ ادوس او مستر سوري ظهر على هاتش طيب اه دلوقتي انا حددت على هاتش وظهر على الهاتش هارجع تاني اضبط التخانة انا شايف العمود تخانته اكبر من تخانة الحيطة فالليارز مهمة جدا في استخدامك للنقط دي طيب انا دلوقتي لو اعيز بلا على لوحة زي دي باحترافية ان انا اعمل العمود في سماكته تكون اعلى من سماكة الحيطة يكون السكنس بتاعه عالي طيب دلوقتي عندي حاجة تانية زي ان انا مثلا هبدأ اماشي كاميرات كده طيب هوري كل لوحة فيها كاميرات برضو دي لوحة سوليد سلاب فيها كاميرات لو جينا دوسنا على اللون الاحمر ده هيظهر لي هنا زيرو بيم ولو جيتنا ضغطنا هنا هيظهر لي زيرو بيم طيب لو جيت ضغط هنا برضو برضو زيرو بيم فبالتالي لما انا بحدد الليرز هنا بقدر بقدر افرق بسهولة ان انا لو عايز اعمل ايزوليت او اعدل على البيمز دي بدوس عليها ايزوليتو بدوس عليها وبدوس مسترة فبتبدأ تظهر لي هي بس نقطة من النقطة المهمة جدا برضو ان انا دلوقتي ماينفعش اشتغل على ليرز زيرو ليرز زيرو لا بتطبع ولا بتظهر في الطباعة ولا بتبام في برامج التصميم الانشائي زي برنامج السيف فماينفعش ارسم على ليرز زيرو على ليرز زيرو ده ولازم ابدأ اعمل ليرات ابدأ افرق بيها واعرف ازاي اشتغل على برنامج على بند الليرز طب انا دلوقتي لو عندي رسمة وعايز ابدأ ارسمها بس بالليرز طيب اوش منسين لو انا عندي رسمة زي دي وعايز ابدأ اطلعها بنفس الشكل ده ان ده يظهر لي center line وده يظهر لي اعدا عادية وده يظهر لي اعدا مسلحة وده يظهر لي عمود ابدأ اعملها ازاي ارسمها معيكو دلوقتي اول حاجة هاخش على قائمة الليرز بتاعتي وابدأ اعمل لنفسي ليرز خاصة بي يعني مثلا دوست هنا عشان اضيف بخش هنا عشان اكتب مثلا ان عايز اعمل عمود فبكتب column وببدأ اغير الونه هنا مثلا بلون ازرق ندرس اوكي وابدأ العب في سمك الخط انا عايز العمود يكون اتقل مثلا من الاكسز عندي فهخليه مثلا على 35 عندي ايه تاني في الصورة عندي اكسات فهعمل layers باكسات اكسز دي هخليها بلون مثلا اسود او بلون رصاصي طيب هل انا عايزها بصمك 25 اكيد لا اكيد انا عايزها بصمك صغير صمك 5 طيب هل انا عايزها continuous line خط مستمر لا طبعا انا عايزها center line فبدأ على load وببدأ احمل الشكل اللي انا عاوزه ده شكله كويس ويبدأ ادوس ويبدأ ادوس اوكي فظهر لي هنا بقى center line طب انا عندي ايه تاني وكده انا عندي access وعندي access center line وعندي عمود عندي قعدة مسلحة القعدة المسلحة اخصارها او معظم الانشاعين يعني بيستغنموها وهي RBC وده بتبقى مثلا اي لون ده انت عندك دي دك حرية الاختيار فيها مثلا احمر طب انت عايز الاعدة المسلحة بصمك 5 طبعا انا عايزها يعني بصمك مثلا 30 طب عندي ايه تاني عندي اعدة عادية الاعدة العادية LBC واختار اللون اي لون مثلا اصفر باختار الفونت مثلا هيبقى 35 طيب انا عندي هنا فيه حاجة انسيت اعملها وهي الخطوط هو بيثبت على اخر خط انت كنت مستخدمه فانا طبعا مش عايز centerline انا عاوز كنتوني وسعادي وهنا كنتوني وسعادي وهنا كنتوني وسعادي وهنا كنتوني وسعادي centerline طيب انا كده حددت اللاييرز بتاعدي وحددت صمك الخط وحددت نوع الخط هبدأ ارسم ازاي؟ نفس الرسمة بتاعت المرة اللي فاتت هبدأ ارسمها وهي اول حاجة هبدأ بيها الاكسس باضغط click على اللي انا عاوز ارسم عليه وبروح في اي مكان فاضي excel enter v enter وببدأ هحط الخط بتاعي طيب هو ظهر لي خط solid هروح على axis وهخلي centerline وهعمل نفس الخطوات التاني excel enter v enter زهر لي centerline طيب عايز اخد ده على بعد اد ايه؟ على بعد عشرة هيخد ده offset حدد ال distance عشرة enter enter وبحددها كده وهكده بياخد ده واحدده كده كده انا عملت ال excel الخطوط ال access عندي في محور y عايز اعملها في محور x برضو نفس الخطوط xl enter h enter حددت كده نروح بقى كده على مسافة سبعة ونصف متر ناخد ده offset مسافة مسافة سبعة ونصف بديني طبعا سماحيا ان انا نروح بيها كده او كده او كده او كده طبعا كده واخد ده واحدد ده او كده كده انا عملت ال accept لسه نائس x فكده انا خلصت ال access عندي centerline ما عنديش فيه مشاكل نروح الخطوة التانية وهي ان انا ارسم سوري ابدأ ارسم الاعدة ارسم الكولومز وبعد كده الاعدة المسلحة وبعد كده الاعدة العادية نروح للابعاد هي نفس ابعاد المرة اللي فاتت اربعين فاربعين الكولوم ر اي سي انا كده بدوس في مكان فاضي طيب فيه حاجة انا نسيتها وهي ان انا نسيت اغير ال layers طيب لو انا انسيت اغير ال layers هنا و انا اشغال عادي ممكن او عادي شغال وبدوس في مكان فاضي سوري سوري شفت اعتياه وينت اربعة وينت اربعة وهو الخط اترسم لي اهو طيب دلوقتي انا انا عايز اغير ال layers بتاعته هيزهرة ب اقسس و انا عايز اغيرها عادي بحدد عليه واروح كده واحدد ان انا عاوز ده columns وهنا ال application ده او الخاصية دي دي اللي بتحدد منها سمك الخط يعني انا روح دت كده ورحت كده الخط راح ما بقايش فيه سماكة طيب انا روح حددته الخط بيزهر طيب انا دلوقتي حددت العمود عايز احدد ان العمود بقى الاهدة المسلحة. الاهدة المسلحة برضو كانت نفس المرة اللي فاتت اتنين. الاتنين من الاربعة واحد وستة. طب الواحد وستة بقى تمانية من عشرة. افست لبرا. افست. تمانية من عشرة. احدد الاوبجيكت. واطلع به لبرا. طب انا دلوقتي عايز اغير الارز بتاعته. هامواخدها. نحدد الايرز. ده. حددت الار بي سي بتاعتي. طب انا عايز احدد بقى الاعداء العادية. طيب الاعداء العادية كانت تقدى ايه? كانت اتنين تمانين. اتنين تمانين من اتنين تمانية من عشرة. والرفرفة من جانبيني باربعة من عشرة. اخد من ده افست اربعة من عشرة. اغير الارز. الارز. واخده كده. طب انا دلوقتي محتاج اغير الارز دي. هيبقى اللي بيسي. طب انا دلوقتي رسمت. رسمت العمود عندي. هاخده كده. سي او. وابدأ احطه في مكان. طبعا انجازها للوقت. هياخد دول مع بعض. واخدهم قابل. سي او. انتر. واخدهم النقطة معلومة. واطلع بيه للفوية. واطلع بيه للفوية. فبالتالي طلعنا لوحة. افضل بكتير. واستخدمنا الليارز بتاعتنا. بحيث لو احنا عايزين نعدل على اي حاجة. نقدر نعدد عليها. وكمان. بتظهر. كمان بالنسبالي. هتبقى ظهرولي في الطباعة. يعني انا لو. انا طبعا موردكوش ازاي تطبعه. بس انا هقولكو دلوقتي. قدامنا اختيارين. اما ادوس كنترول بي. بيزهرلي بالشكل ده. هدوس على continue to plot of single sheet. وهختار من هنا. انا طبعا هبقى عايز اطبع بي دي اف. هختار من دي دابيو جي. تو بي دي اف. وبعد كده هختار هنا دي مقاسات اللي هو حد تاعتي. طبعا هتكلم معاكم بالتفصيل. فمحاضرة الطباعة الخاصة بالطباعة فقط. طب انا دلوقتي محتاج اطبع بس. خلاص. هروح على display دي. وهختار window. ومن ال window. هختار كده. وهدوس center of float عشان يوستلي اللوحة. وهدوس preview. ظهرتلي بالشكل ده. لس طبعا انا مش هطبع الوان. انا عاوز اطبع عادي. فهروح على قائمة. bluetooth style. وهختار من هنا. المونو كروم. اوكي. بعد كده بادوس preview. بالتالي ظهرتلي ابيض واسوي. بس التخانات مش عجباني. طب ازاي ازبط التخانات. يعني انا هنا ظهر لي. ان العمود نفس التخانة. القاعدة المسلحة نفس العادية. طب انا دلوقتي محتاج ان انا. العب في التخانات شوية. طيب لو انا دلوقتي. فتحت الوطوكات كده. طبعا هرجع. في خاصية هنا اسمها blood style table. دي اختارت منها منو كروم. شايفين القايمة اللي جنبها دي. القايمة دي مهمة جدا ليه بقى. لان انا بلعب من هنا في التخانات. التخانة اللي انا عاوز احطها. انا عارف ان العمود مسلا لونه ازرق. بختار اللون الازرق. وببدأ العب في التخانة من هنا. فبالتالي هتظهر لي في التباعة بنفس التخانة اللي انا عاوزها. عشان كده اللير مهمة جدا. ولازم تبدأ ترسم بلاير. يعني لازم مليون في المية في شغلك بعد كده. اي شغل هتعمله تبدأ ترسم في لاير. طب انا دلوقتي هدخل اخلي اللون ده ازرق. وشايفين اللاين ويت. ابدأ اخليه سمكه خمسة مثلا واربعين. وادوس سيف. وادوس اوكي. واندو احدد. واندو ازرق. واندو ازرق. سيظهر لي ان العمود سمكته بقت اكتر. طب انا دلوقتي عايز اخلي سمك الاعداء المسلحة اقل شوية. بحيث انها تظهر لي بشكل حلو في الطباعة. هروح هنا. وانا عارف ان الاعداء المسلحة لونها احمر. هروح على لاين ويت وهخليها مثلا خمسة وعشرين. دوس. سيف. تريفيو. طبعا انت الحاجات دي انا هقولها بالتفصيل. فبالتالي العمود هنا الاعداء المسلحة. بقى سمكها اقل من سمك العمود. وسمكها اقل من سمك الاعداء العادية. طبعا انا بعد كده هوريكم ازاي المقاسيات مظبوطة. بحيث ان اللوحة تطلع بطريقة احترافية كبيرة. فبالتالي انا رسمت الرسمة دي. بلايرس. ورسمتها مظبوط. زي ما كانت قدامي في الصورة. طيب ايه اللي انا استفدته من المحاضرة النهاردة. اللي انا استفدته ان انا كده بدأت اعرف ازاي ارسم بلايرس. بحيث لما البلان المعماري يجي لك تبدأ تعمل ليرس خاصة بك انت لوحدك بس. وتبدأ تشتغل على ليرس دي. كمثال. مثلا دي لوحة. زي ما انت شايفين دي لوحة محاور وعمدة. دي لوحة محاور وعمدة. طبعا انت شايفين اني فيه خطوط هنا عربي. طبعا هوريكو ازاي تعملوا الانوتاشن ده. والانديكيشن بتاع الاكساب والانديكيشن كمان بتاع العمود. واحدة واحدة ان شاء الله هنكون متطلع عليها وحة زي دي بطريقة احترافية كبيرة. ده بيبقى شاكل العمود طبعا انت شايفين في العمود فيه حاجة اسمها هاتش. برضو هشرحها دلوقتي. فبالتالي احنا خلصنا اول جزء وهو انك ازاي ترسم لوحة اواعد. واعمدة بطريقة بسيطة وباستخدام الليرز وان الليرز يطلع شكلها كويس. عايز اوريكو برضو لوحة مع لوحة اواعد اهي. دي لوحة الاواعد طبعا زي ما انتم شايفين فيه هنا مدات. وفيه هنا قاعدة مسلحة وفيه هنا قاعدة عدية. وفيه كولومس طبعا مع موله هاتش. وهنا فيه خطوط بالعربي ان دي قاعدة واحد طبعا مع الجدول. قاعدة واحد طولها اتنين سبعين اتنين سبع وسبعين. فعرض اتنين تمانين اتنين خمسين سوري. فارتفاع تلاتين. وهكذا قاف اتنين تلاتة خمسة وستين في تلاتة اربعين. فارتفاع تلاتين. لان انا لو روحت دلوقتي ادوست قاف واحد انا عارف ان قاف واحد قاف واحد دي. دي بعدها. فبالتالي في الموقع تتنفز بسهولة. طبعا هنطلع لوح زي دي بالزبط مع الوقت. لان النهاردة بس قلتلكم ازاي ترسموا باللايرز. بعد كده هوريكو ازاي تفردوا الحديد. وازاي نرسم شكل زي الشكل ده بالزبط. ان شاء الله يكون في التوكو. النهاردة المحاضرة مش طويلة. من بعد كده المحاضرة تبقى طويلة شوية بحيث ان احنا نطلع لوحة اكتر. ويبقى فيها شغل اكتر. وفيها كمان احترافية اعلى. ان شاء الله يكون في التوكو. باي جاي.